ولد الفنان المصري الراحل كرم مطاوع في السابع من شهر ديسمبر عام 1933 وبرج الفلكية وبرج القوس الفنان كرم مطاوع هو والد الفنانة حنام مطاوع ابنة الفنانة سوير المرشدي والتي كانت احدى زيجاته اسمه بالكامل هو كرم مصطفى محمود مطاوع لذلك هو يحمل الديانة الاسلامية وهو من موليد مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ احب التمثيل منذ الطفولة ولحظ اقاربه انه يقلد الفنانين بشكل رائع درس في كلية الحقوق جمعتين شمس وتخرج منها ثم درس في معهد التمثيل سافر في باسا خمس سنوات الى ايطاليا وذلك لدراسة الاخراج وقام بالدراسة في روما وذلك في الاكاديمية الوطنية للفنون الدرامية انتقل الى انجلترا وفرنسا والمانيا والنمسا لكي يتعرف على ثقافة الفن في الدول الاوروبية وفنون المصرح الحديث عاد الى مصر في عام 1964 وشغل منصب استاذ في معهد الفنون المصرحية قدم العديد من الاعمال الفنية من اشهر اعماله فيلم المنسي مع عادل امام وتزوج خلال حياته ثلاث مرات ورزق بابنته حنان مطاوع وعادل وكريم ايضا وتوفى في 9 ديسمبر عام 1996 عن عمر نهز 63 عام بدأ الفنان المصري كارم مطاوع مسرته الفنية في عام 1964 عندما قدم مصرحية فرفير ثم قدم دور البطولة في فيلم سيد درويش وهو من اشهر الادوار التي قدمها وشركته البطولة النجمة هند رستوم وذلك في عام 1966 ثم قدم فيلم اضراب الشحتين في عام 1967 وابتعد عن السينما لسنوات عديدة اتجه حين ذاك للمصرح وقدم عدة اعمال مصرحية ناجحة سفر الى الجزائر وعمل هناك مدرس في المعد الوطني الفنون الدرامية في برج الكيفان حتى عام 1975 وتخرج من تحت يديه العديد من الفنانين الجزائريين ثم عاد للسينما المصرية فقدم عدة افلام كما انه تقلق في مسلسل ارابيسك مع الفنان صلاح السعدني وزوجته الفنان سوير المرشدي اخر اعماله الفنية كان مسلسل الحفار وذلك في عام 1996 كما شارك في مسلسل الصبر في الملاحات وذلك في نفس العام عام 1996 ثم توفى في ديسمبر من نفس العام عندما تزوج الفنانة الراحل كرم طاوة من الفنانة القديرة صوير المرشدي رزق منها بابنته الفنانة الشابة حنان طاوة والتي استطعت ان تستكمل مسيرة والديها وتسير على خطاهم بمنتعة دقة لكي تصبح نجمة من نجمات الصبف الاول تألقت الفنانة حنان طاوة في العديد من الاعمال الفنية واستطعت في فترة قصيرة ان تثبت موهبتها وقدرتها الفنية قدمت الادوار الجادة الراقية وكثير من الادوار الصعبة ولعذا من اهمها هو دورها مع النجم فتح عبدالوهاب في مسلسل لمس اكتف كما انها تألقت في حكاية امل حياتي وهي احدى حكايات مسلسل الا انا هي نجمة موهوبة ورسة الفنة الراقية عن والدها الفنانة القديرة الراحل كرم طاوة وكذلك اخذت من والدتها الفنانة القديرة صوير المرشدي الكسير وما زالت تقدم لنا حتى الان المزيد من الاعمال الفنية الناجحة ويذكر ان الفنانة الشابة حنان مطاوة ارتبطت بالفنان احمد رزق بعد ان قدمت معه فيلم اوع وشك وذلك في عام 2003 ولكن خطباتهم لم تستمر وانفصلت عنه تزوجت بعد ذلك من المخرج المصرحي امير اليماني ورزقت منه بابنتها اماليا الفنانة المصري كرم طاوة لم تكن في حياته الفنانة صوير المرشدي فقط فقد تزوج ثلاث مرات المرة الاولى كانت من سيدة ايطالية الجنسية اثناء تواجده في ايطاليا وهي الدكتورة ميرت فارفوم او مارغريتا وقد تزوجها هناك وعد بها الى مصر ثم انتقل معها بعد هذه الزيارة السريعة مرة اخرى الى روما وعش معها هناك ورزق منها بابنه كريم وابنه عادل ثم عادت معه مرة اخرى الى مصر واستقرت معه هناك وعملت في برنامج الازع والتلفزيون الى ان انفصل عنها بعد عدة سنوات فعادت الى ايطاليا مرة اخرى اما زجوة الثانية فكانت الفنانة صوير المرشدي والتي تعرف عليها عندما كانت طالبة في المعهد العالي للفنون المصرحية وبعد زواجهم رزقا بابنتهم الشابة حنام مطاوع والتي استكملت المسيرة عمل كرم مطاوع مع زوجته في عدة اعمال فنية منها مصرحية يطالع الشجرة وليلة مصرحة جيفارة وغيرها بعد ان استمر زواجهم طيلة عشرين عام انفصلت عنه الفنانة صوير المرشدي بعد ان علمت انه تزوج من المزيعة مجدى عاصم والدة الفنانة الراحل عمر سمير ولذلك تم الطلاق تزوج الفنانة الراحل كرم مطاوع من المزيعة مجدى عاصم وذلك اثناء زواجه من الفنانة صوير المرشدي والتي عندما علمت بذلك طلبت الطلاق منه ولكنه لم يستمر مع مجدى عاصم سوى فترة قصيرة ولم ينجب منها اولاد يذكر ان المزيعة مجدى عاصم هي والدة الفنان والاعلامي الشاب الراحل عمر سمير والذي قدم برنامج شبابيك وفيلم عودة الندلة قدم الفنان القدير الراحل كرم مطاوع مع الزعيم عادي الامام فيلم المنسي والذي تم عرضه في عام 1993 وبيعتبر هذا الدور من اهم ادوار الفنان كرم مطاوع حيث جسد في الفيلم شخصية رجل الاعمال اسعد ياؤوت والذي يقيم حافل في منزله ويدعو اليه شخص من كبار رجال الدولة يرغب في اقامة صفقة معه ولكن هذا الرجل بيطلب ان ترافقه السكرتيرا واللي بتعمل لدى اسعد وهي غادة اللي بتجسد دورها الفنانة يسرة وعندما ترفض ذلك وتشعر بالضغط عليها بتهرب من الحفل بتذهب الى محطة القطار الذي يعمل فيه المنسي وهو الفنان عادي الامام والذي يعجب بها وتظل معه وقت طويل بيتعرفان فيه على بعضهما الى ان يصل رجال اسعد اليهم وينهلون بالضرب على المنسي ويأخذون غادة معهم الى الحفل مرة اخرى وتتوالى الاحداث في صراع ويشارك في بطولة الفيلم الفنانة ناهد جبر والفنانة الراحل مصطفى متولي وغيرهم وهو من تعليف وقصة وسيناريو وحوار وحيد حامد ومن اخراج المخرج الكبير شريف عرفة اكتشف الفنان كرم طاوع في ايامه الاخيرة انه مصاب بمرس سرطان الكبد وذلك اثناء زواجه من السيدة مجد عاصم وانفصاله عن الفنانة سوير المرشدي سفر الى امريكا لكي يتلقى العلاج كما انه انفصل عن المزيع مجد عاصم وعاد الى مصر وعندما زاد عليه المرض وتم نقله الى المستشفى كانت الفنانة سوير المرشدي الى جانبه حتى انتقل الى رحمة الله تعالى في يوم التاسع من شهر ديسمبر وذلك في عام 1996 عن عمرنا هذا الـ 36 عام رحم الله الفنان كرم طاوع واسكانه فسيحة جرناتو ترجمة نانسي قنقر